يلتقي منتخب فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم بقطر 2022 بعد قليل على ملعب لوسيل يسعى منتخب الديوك بقيادة بابي للحفاظ على اللقب بعد الضفر به في روسيا 2018 فيما يحاول رفاق ميسي استعادة اللقب الغائب منذ عام 1986 تتجه أنظار السحرة المستديرة إلى ملعب لوسيل في موعد للتاريخ حيث يلتقي منتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في مواجهة حاسمة ومصيرية يتنافس خلالها المنتخبان على اللقب ضمن منافسات نهائي كأس العالم لقرة القدم 2022 بقطر التتويج بالكأس بات أقرب من أي وقت مضى حيث يفعل منتخب الفرنسي بطل النسخة السابقة للحفاظ على اللقب ويمتلك الديوك لقبين في تاريخ المشاركة ببطولة كأس العالم على مدار 22 نسخة من بينهما النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا 2018 وتوجبها المنتخب الفرنسي كما يمتلك منتخب الأرجنتين لقبين أيضا حصل عليهما خلال 1978 و 1986 ويخوض راكس التانجو بقيادة ليونيل ميسي استعدادات جدية لاقتناس اللقب من فم الديوك الذي يخوضه والآخر ميرانا قويا من أجل الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي وكان منتخب التانجو قد نجح في التأهل على حساب كرواتيا في دور النصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد فيما تأهد المنتخب الفرنسي إلى النهائي بعد الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون رد وبرغم خسارة المغرب إلا أنه سطر تاريخا جديدا له وللعرب وللقارة الأفريقية بوصوله للدور النصف النهائي وينفرد المنتخب الفائز باللقب الرابع في قائمة ترتيب المنتخبات في الحصول على الكأس والتي تتصدرها البرازيل برصيد خمس مرات ومن ثم ألمانيا وإيطاليا برصيد أربع مرات إذن مباراة قوية وحاسمة يخوضها المنتخبان على اللقب الأغلى في قرة القدم ومعانقة الذهب والفوز بالمنديال لإسعاد الجماهير المتعطشة لتلك البطولة منذ سنوات